كتير مننا بيروح يبحث عن محتوى بيظهر له بعض النتائج ظهرة باللغة الانجليزية ولكن مترجمة الى العربية يعني هو انجليزي اللي شغال ولكن ظهر لك عليه الترجمة باللغة العربية وبيظهر لك في نتائج البحث خصوصا لو كنت بتبحث عن محتوى تعليمي فمؤكد ان انت ظهر لك قبل كده فيديوهات اجنبية مترجمة انت برضو تقدر تعمل نفس الحوار ده وتخلي فيديوهاتك اللي هي باللغة العربية مترجمة الى اللغة الانجليزية وتظهر الترجمة لاي حد يدخل على الفيديو بتاعك يبقى متاح له ان هو يترجم الفيديو بتاعك للغات تانية كتير. الخطوة سهلة وبسيطة وبتفيدك عشان المحتوى بتاعك يبدأ يظهر في دولة اجنبية وبالتالي مشاهدين اجانب وبالتالي ارباح اكتر من المحتوى العربية. ففي الفيديو بتاع النهاردة هعرفك الطريقة سهلة بسيطة جدا يعني بخطوات سهلة تقدر تترجم اي فيديو عندك من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية عشان يجي لك مشاهدين عليه من الدولة الاجنبية دي ايا كانت دولة يعني اغلب العالم بتكلم من الدولة الانجليزية فانت لو ترجمت الى اللغة الانجليزية هيبقى الفيديو بتاعك مرشح ان هو يتشاهد في دول تانية اجنبية ولو بنسبة قليلة او نسبة كتيرة حسب المحتوى بتاعك فخلانا اتعرف على الطريقة ولكن بعد الانترو سلام عليكم انا احمد ودي قناة ملصة للمعلوميات وخلانا نبدأ مباشرة في شرح ترجمة الفيديوهات على اليوتيوب بطريقة سهلة وبسيطة بالاعتماد على ادوات مجانية بالكامل بدون اي مجهود اول خطوة معنا هنروح على موقع وهسيب لك الرابط بطاعة طبعا في الوصف وهو موقع مجاني بالكامل نقدر تضغط على وعليك هتعمل في الموقع تقدر تسجل بحساب او حساب جوجل عادي او ممكن تسجل بالاميل عادي فانا عن نفس اسجل بحساب او تعمل بعدك هتكتب وتعمل هتوصلك الرسالة فيها الرابط زي ده كده هتضغط على الرابط هيحولك تاني للموقع مرة تانية تقدر تكتب السن بتاعك وتختار الدولة بعدك هتضغط على كونتينيو تكتب اسمك الاول وتختار انت هتعمل محتوى ايه مسلا هعمل واعمل اي حاجة يعني شرط الاجابة تبقى صح هنا وبكده يبقى احنا انشأنا الحساب بعدك هاروح على كريات او فيديو هتفتح لنا الوجهة دي زي ما حضركوا شايفين هاضغل بعدك على كلمة امبورت ميديا واختار الفيديو اللي انا عايز اترجمه من عندي على المتصفح بعدكده اسحب الفيديو هتلاقي الفيديو زهل لك بالشكل ده بعدك هاختار على كلمة واختار على بعدك هحدد له اللغة طبعا انا عندي اللغة العربية فاشوف كلمة عربك في اني هتلاقي العربية طبعا الجزائر البحرين مصر اختار اي واحدة اختار مثل العربية مصر بعدك هتضغط على كلمة هنا وهنتظر اللحظات على المؤشر اللي ظهر تحت هنا هيقول لك عدد الوقت المتبقي لحد ما تتم ترجمة الفيديو ده او استخراج النص اللي بيتقال في الفيديو فهنا انتظر اللحظات لحد ما يخلص وهكمل معكم الفيديو اول ما الدايرة دي تكتمل العملية دي بتاخد بعض الوقت معك فما تستعجلش انه ممكن تاخد ديئة ديئتين حسب طول الفيديو انا انتظر اللحظات هتلاقي كلام طلع معنا بالشكل ده وطبعا الكلام صحيح يعني راجعته هتلاقي مكتوب بالزبط حتى في الاخر السلام عليكم وانا هطلع بركاته كل ده مكتوب كل حاجة مكتوبة معنا الخطوة اللي بعد كده وهي الاسهل هتضغط بعدك على هتلاقي نازل عندك الملف بصيغة وهي صيغة مخصصة للترجمات عموما دي كده الخطوة اللي انا محتاجها من الموقع ده ان انا حمل الملف ده بعدك عشان اترجم اي فيديو على اليوتيوب هاروح على قناتي عادي على اليوتيوب بعدك اختار كليك هنا واروح على منشئ المحتوى وبعد كده انتقل الى قسم المحتوى وادخل على الفيديو اللي انا عملت له الترجمة دلوقتي وهو الفيديو ده بعد ما دخلنا على الفيديو هاتقل الى قسم الترجمة هتلاقيها ظهر هنا كده وبعلاك هتلاقي ان اللغة العربية ما اضاف تلقائية لان هي اللغة الرسمية بتاعت الفيديو هو تلقائية التي تتعرف عليها. بعد كي اهضغط له على كلمة اضافة هنا اللي هو مخطرة لك طبعا هي العربية وبعلاك اخطار على تحميل ملف وبعلاك اتطمن معلومات التوقيت واقول له متابعة. واختار ملف الفيديو اللي انا حملته من موقع كليب شامبي. الموقع اللي انا حملت الملف منه. اختاله الملف وارفعه له. تمام كده? طبعا هتلاقي كل حاجة ظهرة. يعني بيقول لك ايه? يعني لو راجعني مسلا كاسرع. ازا كان انقطاع ازا كان انقطاع تياراتك الكهربائية عندك متكرر فاليك الحل في هذا الفيديو لحماية اجهزة الحاسوب والاجهزة الالكترونية. نفس الكلام بتقال في الفيديو حتى مقسمه لي بثواني دقيقة جدا. تمام? بعد كده هاضغط على كلمة نشر. انا كده الفيديو اضاف عندي الترجمة العربية بتاعته. يعني روح نشغلناه كده. اذا كان انقطاع تياري كهربائي. نفس الكلام اللي بتقال هو ظاهر على الفيديو. تمام? لكن احنا اعزنا نضيف لغات تانية مثلا لغة انجليزية. هاضغط على اضافة لغة. وبعد كده اختار الانجليزية. فين الانجليزية? وهي طبعا اكتر لغة منتشرة اللي هي الانجليزية. هختارها. تمام? بعد كده اختار على اضافة. واختار العنوان طبعا ده العنوان عندنا. لو انا مش بعرف انجليزي خالص. هاروح على الترجمة كده عادي. ترجمة. واروح على ترجمة جوجل. اكتب له النص اللي انا عايز اترجمه. طبعا هنبدل اللغة. واخد العنوان كده. تمام? طبعا العنوان طلع اطول. فممكن نحل نشيل كلمتين عشان يعني ايه? نقلل الوقت. عشان لازم ان يكونوا مية حرف. لازم العنوان يكونوا ميت حرف. بعد كده اروح ااخد الوصف عادي جدا. نفس كل حاجة. اعمل له قبي. واروح هنا انسخه. وننسخ النص بعد ترجمته. ونضعه هنا. طبعا في جزئية لسه انا كملتاش. هروح انسخها. وترجمها. وعمل لها قبي. واروح اضفها هنا. بالشكل ده. بعد كده هضغط على كلمة نشف. لحظات وتم نشف الفيديو باللغة الانجليزية والترجمة هتضاف دلوقت تلقائيا وهقول لك ازاي. ونضغط على اضافة. وهتلاقي حاجة عندك اسمها الترجمة التلقائية. انت ضفعت الملف العربي لجوجل او لليوتيوب يعني. ويوتيوب كده كده هو احد منتجات شركة جوجل وعنده ترجمة تلقائية بتاع الجوجل. فباول ما اضغط على الترجمة التلقائية هيتم ترجمة الفيديو. حسب الكلام اللي انت رفعت باللغة الارابية الى اللغة الانجليزية. بشكل تلقائي تماما. تمام? بعد كده هضغط على كلمة نشر. كده الفيديو تم اضافته بالترجمة الانجليزية بشكل عادي جدا. تقدر طبعا تضيف لغة تانية. يعني مسلا لو عايزين اي لغة هنضيفها. هتلاقيها اضافة بشكل عادي. يعني اضغطنا الانجليزية مثلا بتاعة المملكة المتحدة. وضغط له اضافة. نفس الكلام ده هتترجمه تنقله. نفس الحاجات دي. هتضيف كل حاجة بعد ترجمتها بالشكل ده. وبعد كده اضغط نشر برضو. وهتروح على نفس الطريقة اللي هي الترجمة اضافة. وبعد كده هلاقي الترجمة التلقائية. تلقائية هتضيف الترجمة. وبعد كده اضغط على زر نشر. وكده اضافة الترجمة عندي بقى عند اللغة العربية والانجليزية والمملكة المتحدة. لو خدت الفيديو كده وعملت له قبي. تمام? ورحت عند اي مصفح هنمشغل عليه في بي ان عشان ازهر اللي انا في دولة اجنبية. وهتشوف دلوقتي الفيديو هيزهر باللغة نهي. اعلان اللي هو اشغل. فبغض النظر عن الاعلان ممكن نوقفه. هتلاقي ان الفيديو ظاهر اللي هو نفس الترجمة اللي احنا ضفناها. ايه هو? وحل مشكلة انقطاع الطيار. تمام? وهتلاقي الشرح او الوصف متضاف باللغة الانجليزية اللي احنا ضفناها. تمام? وخلينا اتخطى الاعلان وكمل معكم الفيديو عشان ما اخدش على عرض الاعلان. اذا كان انقطاع الطيار. بعد ما تخطيت. تلقائيا الترجمة شغالة. شغالة. وبتعرض الترجمة باللغة الانجليزية. ولو ضغطت كده واخترت على الترجمات. هتلاقيني عندي العربية والانجليزية والانجليزية بتاعت بريطانيا او انجليز. لو ضغطت على اوتو هنا هيتحلي ان هو يترجم لاي لغة تانية عشان هو عنده الملف باللغة العربية هيقدر يترجمه لاي لغة تانية. ويعرض لك الترجمة بشكل مباشر. وبكده اكون عرضت لكم ازاي ممكن تترجم فيديوهاتك على اليوتيوب. طبعا المضوضة هيفيدك في انواع معينة من المحتوى. خصوصا المحتوى مثلا زي المحتوى السياحي او الطرفيهي. او بيتكلم عن البلدان والكلام من ده. هيكون الاجانب عندهم فضل ان هما يشافوه. المحتوى تعليمي نادرا ما ممكن حد يدار عليه. الى لو كان شرح اول مرة ينزل على يوتيوب وكده. فممكن الاجانب يحتاجوا فعلا لشرح حاجة زي دي. فالطريقة سهلة وبسيطة اتمنى كون استفدتوا منها. فيا ريت تقدروني باشتراك ولايك للفيديو ده. ولو استفدت تتخلش علي برضو بلايك واشتراك وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة